كل ما النبي يجي الواحد يا للمصادفة النبي يقول لكم انسكوا السواك ووفرش المصلية النبي ما جاش لواحد قال له اتق الله في شغلك روح بدري ما تمضيش يا مزور على دفتر حضور والانصراف في الغير ما تكون حضرت ما جالكش النبي وقال لك اقفل الدرج اللي انت فاتحه على عاطل والباطل ما جالكش النبي قال لك ما ترميش ورق من السشباك العربية ايه ده ده النبي اصلا مبعوث لكده ده يقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق النبي مبعوث بعث انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق يعني ربنا ما بعثش النبي يعلمنا الصلاة وصمو الزكا والحج النبي ربنا بعت النبي ربنا ربنا بعت النبي عشان يعلمنا الكتاب والحكمة الحكمة في حد عندنا عنده حكمة الا من رحم ربك ما بنعرفش نقف في طبور ياخي نكسفه على دمكو ما بنعرفش نرمي جمرات ما بنعرفش نقادل اذا كان في العبادة بتاعت ربنا اللي احنا راحين فيها متجردين من البخيط والمحيط بنزوء بعض بنضرب بعض لا 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 بنموت بعض ده في العبادة امال انتو في النظام عاملين ايه لما امه مش عارفة تقف طبور لما امه مش عارفة تحافظ على قواعد النظافة احكي لك ايه عن قواعد النظافة احكي لك اقول لك النظافة كانت عاملة ازاي انا في مينة كانت كأنها المكان يعني فوق دماغي من فوق انما الحجيد الا من رحم ربك ما بعممش خلوها مقلب زبالة الزبالة في كل مكان القمامة في كل مكان طب مين انهي ده انتو عايزين دولة تانية تنظف مش محتاجين مملكة عباة سعودية بعمان انتو محتاجين دولة دولة تانية تقوم بالنظافة من الازايز اللي مرمية والورق اللي منديه المناديل المرمية والبشكرات المقطعة اللي مرمية وبقايا المأكلات انتو احنا محتاجين لا لا هي الازمة فينا انا بقى هرجع تاني الموضوع اللي بيحصل في سوريا اللي هو بينزر بقيام حرب عالمية تالتة اللي حاصل هناك ده ده بسبب اللي قلنا عليهم مجاهدين وعدنا نضر فيهم كمجاهدين المجاهدين دول هم صناعة الغسيل اللي مخاخ البرينواش اللي اتعامل لهم ده على ايد ناس منسوبين للدين وبيقولوا قال الله وقال الرسول هم دخلوا ببلاش هو الصين على روسيا على تركيا على ايران على امريكا على المانيا على فرنسا على انجلترا هما دخلوا مجانا هما دخلوا البناش يعني هما دمرونا باستخدام الفتاوى بتاعتنا هما دمروا الاسلام بيد اهله لما با عندنا الامير ابو بكر البغدادي والامير ابن فلاني الفلاني والامير ابن فلانة الفلانية والامير فلاني الفلاني واخونا عالم الحديث وحجة عصره ووحيد قرنه وضرتي ايامه مش ده اللي حاصل مش ده اللي حصل لك الامام الحافظ الحجة السبت المؤرخ مش الارع اللي احنا عرعناه ده وهو ما اراش حتى دليل التليفون انما هو لسانه الفصيح قال حديثين تلاتة بإسنادين تلاتة خلاص بقى الامام الحجة الحافظ المعدس المؤرخ حجة عصره الامام ابا فلان الفلاني ابن فلان الفلاني فخر الدين امام الدين شمس الدين بحر العلوم بحر ده اللي حصل ولا ده اللي ما حصلش احنا صلعنا آلها آلها مزيفة احنا عملنا ارباب اتخذناهم من دون الله خلونا نكلم بصراحة القرآن اللي قال الكلام ده مش انا ربنا بقول ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله تبنا اتخذك رب ازاي اني الغي موخي وكل اللي تقول انت هو صح الامام الحجة الحافظ السبت الدبري بيب بيب هو الكلام ده انت اللي بتقوله صح انما اللي بقوله انا هو اللي غلط اي حد تاني غلط الشيخ الفلاني الحافظ السبت الحجة السبت بيتكلم هو اللي يقوله كده وشير يا جدعة ويقف التاني مسك عصايا وعلى المنبر ويقول اما بعد فان خير الهدي هدي وهكذا ودي ده الحاصل احنا هم دول اللي دخلوا كل دول الى سوريا هم كل دول اللي دمروا سوريا كل طفل يتيم وراء فتوى مين اللي قاتل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في المسجد بقنبلة بفتوى ها مين اللي ضرب الاحياء السكانية بفتوى ترجمة نانسي قنقر